دشنا مدير عام مديرية ردفان بمحافظة الأحجفاض العبدالله أحمد القطيب حملة توزيع النموسيات المشبعة بمبيد مكافحة الملارية المقدمة من وزارة الصحة العامة والسكان والتي ينفذها البرنامج الوطني لمكافحة الملارية وتستهدف الحملة التي جرى تدشينها بمستشفى ردفان العام جميع مناطق المديرية بسيثناء مدينة الحبيلين وتحتوي النموسيات المشبعة بالمبيد على الإرشادات الخاصة بكيفية الاستخدام حيث يتم توزيعها على المناطق المستهدفة عبر ليان ميدانية يشرف عليها مكتب الصحة والسكان بالمديرية